نعم نصاب إلى التسجيل الـ For Statement قلنا نستخدمها عندما يكون عندي عدد مرات التكرار معروف مسبقاً يعني معروف كم مرة ستتنفذ الحلقة التكرارية التركيب أو الصيغة البرمجية لجملة For يتكوّن من الأجزاء التالية أولاً كلمة For تكتب بـ Small حصراً بعدين أقواس دائرية داخل الأقواس الدائرية هناك ثلاث أجزاء هذه الثلاث أجزاء مفصولة بالفوارز المنقوطة الجزء الأول نطلق عليه Incialization وهو القيمة الابتدائية للعداد والجزء الثاني هو الـ Condition وهو شرط الاستمرار والجزء الثالث وهو الـ Update أو زيارة أو نقصان العداد ثم بعد ذلك Begin و End وداخل الـ Begin و End الكود أو الـ Block المراد تكراره يعني هوني بين الـ Begin و End قد يكون عندي إعاز واحد أو أكثر هذه الإعازات اللي سنقوم بتكرارها باستخدام جملة For مثال طبعاً هذه شرح عن الـ Initialization اللي هو القيمة الابتدائية للعداد هذا يتنفذ مرة واحدة في البداية والـ Condition في كل مرة يتم فحص الشرط حتى نستمر أو لا والـ Update هذا يتنفذ أيضاً كل مرة لزيارة أو نقصان العداد مثال حتى نفهم الأجزاء اللي تتكون منها جملة For بالضبط هذا المثال يستخدم لطباعة الأعداد من صفر إلى أربعة باستخدام For Statement فمن منطوق السؤال نحن قلنا من صفر إلى أربعة فإذاً معلوم مرات التكرار مالتنا القيمة الابتدائية والقيمة النهائية اللي سنصلها For Statement داخل أقواس دائرية جزء الأول قلنا متغير يجب أن يكون عندنا متغير أو عداد نعطينا قيمة ابتدائية القيمة الابتدائية هنا أعطيناه الصفر نلاحظ أنه أشك قبل الـ I أكون إنتجر يعني هذه معناها في هذه المنطقة عرفنا المتغير وعطيناه قيمة ابتدائية في نفس الوقت يعني يمكن أن يكون تعريف المتغير I قبل الـ For لكن إذا ما كانت معرفة من الممكن أن نعرفه مباشرة داخل الـ For كما في هذا المثال For إنتجر I equals zero هذا الجزء الأول نعم للجزء الثاني من جملة For هو شرط الاستمرار قلنا شرط الاستمرار طالما الـ I كانت أقل من 5 وقلنا دائما الـ Condition يجب أن يكون عندي عملية مقارنة والمقارنة تكون باستخدام الأقل أو الأصغر أو الأكبر أصغر أو يساوي الأكبر أو يساوي هذه الأوبريترات الأوبريتر التي تعلمناها بالمقارنة في المحاضرات السابقة ثم بعد ذلك الجزء الثالث اللي هو مقدار الزيادة أو نقصان العداد هنا المطلوب أنه العداد يزداد بمقدار واحد فاستخدمنا الـ I increment بهذه الصيغة معناها هنا العداد سيزداد في كل مرة واحد وداخل الـ Begin والـ End فقط قمنا بطبيعة قيمة المتغير I كل مرة سيقضى على سطر مستقل إذا نأخذ هذا المثال البسيط ونقوم بتنفيذه داخل الـ C-Shark Visual Studio يمكن أن ننفذه في هذه الصيغة ونشوف الناتج نعم هذا البرنامج ننفذناه طبع للأعداد من صفر إلى أربعة كل واحد على سطر مستقل باستخدام الـ 4-Statement إذا تلاحظون الخمسة ما طبعت لماذا؟ لأنه الـ Condition هنا هو أقل من الخمسة أقل معناها الخمسة غير داخلة إذا قد ندخل الخمسة بالطباعة نغير الـ Operator نعملها أقل ويساوي حتى تنشمل بالطباعة إذا أجل أن ننفذ سننشوف بينهم الخمسة انشملت بالطباعة تمام فإذا ننفذ هذا المثال step by step خطوة خطوة ونشوف اللي يحصل بالضبط لاحظوا معاي أول شيء يأتي إلى I equals zero لاحظوا بالأسفل بالشاشة السفلة هذه I قيمتها صفر حاليا أقل من خمسة نعم دخل إلى اللوب جاء طبع الـ I لاحظ شاشة التنفيذ من طبعة صفر يرجع مرة ثانية إلى بداية اللوب يزيد الـ I بمقدار واحد يقارن هل هي أقل من خمسة حاليا أقل أو تساوي خمسة نعم لأنه I أصبحت واحد هل هي أقل أو تساوي خمسة يعني تحقق الشرط دخلي لللوب دخلي لللوب جاء طبع قيمة I اللي هي واحد نشوف شاشة التنفيذ من طبعة الواحد إذا نجي مرة أخرى نكمل نزيد العداد بمقدار واحد I صغط 2 لاحظوا بالأسفل صغط I 2 هل الـ 2 أقل أو تساوي خمسة نعم إذا هذا الشرط تحقق يدخل إلى اللوب يطبع قيمة I من طبعة الـ 2 كما نلاحظ وهكذا ستستمر هذه العملية إلى أن يجي الخمسة يطبع الخمسة يرجع مرة أخيرة يزيد العداد بمقدار واحد تصار ستة ستة لا تساوي خمسة ولا أقل فيطلع من اللوب وهو قد طبع الأعداد من صفر إلى خمسة تمام نعم دكتور دكتور بشئت عيدة مرت لخ الله يحفظت من عيدة إذا نجي ننفذ هذا البرنامج step by step أو خطوة خطوة سنلاحظ التالي في البداية نعطي قيمة ابتدائية للعداد الصفر ونقارن هل هي أقل من خمسة نعم فالصفر أي أن هذه الآي قيمته صفر فندخل لللوب جاء طبعة قيمة آي طبعة صفر كما نلاحظ هنا انطبعت الصفر يرجع مرة أخرى إلى بداية الحلقة زييد الآي أشخص صغط صغط واحد هل الواحد أقل أو تساوي خمسة؟ نعم نزيد الآي ندخل إلى داخل اللوب نطبع الآي طبعة الواحد يرجع إلى بداية اللوب زييد الآي بمقدار واحد مرة صغط 2 هل الاثنين أقل أو تساوي خمسة؟ نعم إذا الشرط ندخل إلى داخل اللوب أشركوا بداخل اللوب أكون رائت لائن آي نطبعة قيمة آي نطبع الآي لأن الآي بعد وثنين نرجع نزيد الآي بمقدار واحد صاغ ثلاثة هل الثلاثة أقل أو تساوي خمسة نعم ندخل نطبع قيمة آي اللي هي ثلاثة ونطبع ونلاحظوني انطبعت الثلاثة وهكذا نستمر إلى أن تصيغ الآي خمسة تنطبع يرجع زيد الآي صاغة ستة يطلع ليش لأنه ليست أقل أو تساوي خمسة وهذا الشرط رح يصيغ فولس فبعد ما ينتهي هو تنطبع الأعداد من صفر إلى خمسة كما نلاحظ من الممكن نغير الأعداد هذه إذا نعملها مثلا إلى عشرة في هذه الحالة سيطبع للأعداد من الصفر إلى العشرة وإذا الأوبريتر غيرناها منها أقل من العشرة سيستمر من الصفر إلى التسعة لأن التسعة أقل من العشرة والعشرة ستكون غير مشمولة نعم هذا المثال الأول سنلاحظ من خلال بقية الأمثلة سنفهم بعد هذا كان أول مثال المثال الثاني دكتور نعم دكتور بس الـ i++ نعم يعني يعني تساوي i زائدًا واحد يعني هذول الجملتين هي من نفسه هذه الـ i++ والـ i زائدًا واحد بلغة C شارف هي من نفس المعنى ونفس التأثير مرحباً مرحباً هذا الشيء هذا الشيء يعني نعم لش ما بلس واحد هي بلس بلس يعني معناها بلس واحد نعم فهذا المثال الأول نجد المثال الثاني نحن سترح تتضح هذه الصورة بعد بالأمثلة الجاية المثال الثاني سنطبع بينه الأعداد الزوجية اللي بين الصفر والعشرة نحن نعرف لأنه إذا أول عدد كان صفر فمعناها العدد البعده هو يزيد عنه باثنين ويزيد عنه باثنين ويزيد عنه باثنين ما تمام؟ سيدا نجي ننفذ هذا البرنامج راح يبعلي الصفر واثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اللي هي الأعداد الزوجية المحصورة بين الصفر والاثنين لكن أش استفدنا؟ استفدنا من من هذه الزيادة هنا المقدار الزيادة للعداد خلينا نزيد بمقدار اثنين بدل ما يزيد بمقدار واحد خلينا نزيد بمقدار اثنين ليش؟ لأنه الأعداد الزوجية هي صفر واثنين واربعة وستة وهكذا صح؟ بسهولة جدا نغير هذا البرنامج ونعمله يطبع الأعداد الفردية المحصورة بين الواحد والعشرة وذلك من خلال هذا القيمة الابتدائية للعداد بس إذا غيرناها منها I تساوي أنه واحد ففي الحالة سيكون الواحد بعدين سيزيده باثنين سيصغير ثلاثة بعدين سيزيده باثنين سيصغير خمسة وهكذا مثل ما نلاحظ بالمثال بالتنفيذ لاحظوا التنفيذ صار واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة تمام نعم أستاذ زين هذا كان مثال اثنين مثال آخر نريد نطبع الأعداد بشكل تنازلي من العشرة إلى الواحد طبعا نحن قلنا بأنه ما شرط أنه دائما الحلقات التكرارية أو اللوبس من الصغير إلى الكبير أحيانا تكون من الكبير إلى الصغير يعني تكون بشكل تنازلي أو تناقصي مثال القيمة الابتدائية هنا للعداد أعطيناه عشرة والشرط أيضا سيؤكس في هذه الحالة طالما أكبر من صفر استمر و مقدار التغيير سيكون تناقصي بمقدار واحد i decrement هاي معناها نقص ال i بمقدار واحد في كل مرة إذا نجي ننفذ هذا المثال نأخذه واحد سي شار وننفذه حرفيا ونلاحظ الناتج سيطبع لي الأعداد من عشرة إلى واحد عشرة تسعة ثمانية وهكذا تمام نامستو إذا 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 أغدت الصفر ينطبع أيضا فبس أغير الأوبريتر هذه أعمال أكبر أو يساوي صفر في هذه الحالة الصفر سيكون مشمول بالطباعة مثلا ما نلاحظ عشرة إلى صفر تمام نعم أستاذ هذا مثال آخر مثال آخر هو لإيجاد وطباعة مجموعة الأعداد الفردية المحصورة بين واحد وعشرة نحن قلنا قبل شوية كيفية عمل العداد يعد الأعداد الفردية استخدمنا نانو للزوجية ممكن تغيره إلى الفردية وإذا غضنا أنه يجمع فنصفر مجموع قبل اللوب نعمل أنه مخزن نعطينه قيمة صفر بالبداية وفي كل مرة نقول sum 8 sum زائد قيمة العداد اللي هو i هذا اللوب سيتكرر مع الأعداد الفردية لماذا؟ لأن i كانت واحد وغير تزيد بمقدار اثنين في كل مرة يأخذ الواحد بعدين يجمع معها الثلاثة ويجمع معها الخمسة وهكذا إلى العشرة إذا ناخذ هذا المثال ونفذ داخل لغة C-Chart نلاحظ ما يلي يطلع لي 25 لأن واحد زائد ثلاثة زائد خمسة زائد سبعة زائد تسعة المجموع 25 نفس الكلام إذا نعم المطلوب هو إيجاد مجموعة الأعداد الفردية المحصورة بين الواحد والعشر زائد نحن دعونا نعمل اللوب من الواحد إلى العشرة ويعاد لبس الأعداد الفردية مثل ما قبل شوية مثل ما بالمثال الأول القيمة الابتدائية للعداد واحد الشرط هو i أقل من عشرة مقدار زيادة هو i plus equal two معناها زيادة العداد بمقدار اثنين في كل مرة بداخل اللوب سنحتاج إلى متغير أو مخزن دائما نجمع مع المخزن المخزن بالبداية نعطينا قيمة صفر لأنه حتى يعطيني مجموع بشكل صحيح وكل مرة نجمع قيمة i قيمة العداد مع الصم القديم ونجمع أيضا بالصم في هذه الحالة بعد ما يكمل هذا اللوب هو نجمع الواحد مع الثلاثة مع الخمسة مع السبعة مع التسعة وغير يطبع لقيمة صم ستمثل مجموع الأعداد الفردية المحصورة بين الواحد والعشرة اللي هي 25 إذا غدتوا الأعداد الزوجية نعم نعم سم هو يمثل الأعداد الفردية مجموع الأعداد الفردية نعم إذا قدنا العداد الزوجية سنبدأ العداد المال الذي في 4 سنبدأ من الصفر حتى يأخذ الصفر ثم يزيد 2 يأخذ الاثنين يزيد الاثنين يأخذ الاربعة وهكذا إذا نفذ سيكون مجموع مختلف سيكون 20 لماذا لأن 0 2 4 6 8 سيكون 20 داخلي الصيغة أو تركيب ستكون بالشكل التالي 4 خارجية وتتكون من نفس الأجزاء اللي هي قيمة ابتدائية وشرط استمرار وزيادة أو نقصان للعداد Begin و End الداخل هناك 4 statement أخرى أيضا تتكون من نفس الأجزاء اللي هي قيمة ابتدائية للعداد وشرط استمرار و Update اللي هي زيادة أو نقصان للعداد وبداخل ال Begin و ال End هناك مجموعة إعازة ومجموعة من الإعازات ستتكرر داخل ال For Statement الداخلية وممكن أن يكون عندي جمل هنا بعد ال End لل For الداخلية أو قبل ال For ممكن هون يكون عندي جمل قبل ال For أو بعد ال For هذه ستتكرر داخل الخارجية مع ملاحظة مهمة جدا وهي أنه وهنا سنستخدم عداد لل For الخارجية لل For الداخلية يجب أن نستخدم عداد مختلف يعني إذا كان العداد الخارجي مثلا I نستخدم العداد الداخلي مثلا J أو K أو أي متغير آخر لا يمكن استخدام نفس المتغير نفس العداد لل Loop الداخلي والخارجي واضح نعم استاذ مثال نعم استاذ يعني For الأولى رح ناخذ العنوان ما للإنتجر رح يكون الشكل والداخلية رح يكون للإنتجر نعرفه بعنوان ثاني نعم يعني اسم آخر يعني متغير آخر نعم شكرا دكتور هلا بيكي هسا رح ناخذ المثال الثاني بعدين وضوح المثال الأول لأن المثال الثاني أسهل المطلوب كتابة برنامج بلغة C-Shar يطبع لهذا الشكل هذا الشكل يتكون من كم سطر 1 2 3 4 4 سطر في كل سطر هناك كم سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مرات علامة الضرب علامة السطر فإذا اللوب الخارجية من ممكن أن نعمل لعدد الأسطر التي هي من 1 إلى 4 حسنا هذه نحلت نجعل اللوب الداخلي اللوب الداخلي إيش نعمله نعمله أنه يطبع أنه يطبع عدد السطر الموجودة في السطر الواحد التي هي من 1 إلى 8 فإذا المثال أصبحت سهلة اللوب الخارجي نعمله من 1 إلى 4 اللوب الداخلي نعمله من 1 إلى 8 ونطبع باللوب الداخلي الستار بعد ما يطبع الستار بعد ما يطبع آخر ستار في السطر الواحد بعد ما ينتهي يحتاج ما نعمل حتى ننزل إلى سطر جديد يحتاج إلى جملة أو يعاز ينزلنا إلى سطر جديد فش نستخدم رائت لاين فارغة حتى تنزلني إلى سطر جديد فشكل برنامج سيكون بالشكل التالي نعرف أنه متغير وليكن نعطيناه قيمة ابتدائية أربعة ستمثل قيمة عدد الأسطر واللوب الخارجي سيكون من 1 إلى 4 من 1 إلى أقل أو يساوي أربعة يعني من 1 إلى 4 مشمول داخل البيجين و الاند لوب آخر وليكن جي أيضا مستخدام فور من 1 إلى 8 ما يفعل يطبع الستار باستخدام الريت حتى يطبع على نفس السطر بعدما يخلص اللوب الداخلي هذا أستخدم رائت لاين بس حتى تنزل إلى سطر جديد تمام إذا نأخذ هذا البرنامج وننفذ داخل البيجين ستوديو نلاحظ ما يلي نعم تلاحظون بأنه نفذ أربعة سطر وكل سطر يدخل هناك ثمان ستار من ممكن لأن هذه يغير مثلا نعمل عشرة ما الحال سيعمل عشرة سطر وكل سطر ينه ثمانية ستار تمام فهذا كان المثال الأول أخذنا أول شيء يعني بالسلايد لقبل 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 المطلوب كتابة برنامج بلغة C-Sharp لطباعة الأرقام التالية الأرقام ستتكون نمط معين يعني السطر الأول الأعداد من واحد هذا جدول لثلاثة ومثل ما تعرفون بينه جدول الضرب هو عبارة عن حاصل ضرب يعني كأنه سطر في عمود متم السطر سنعمل لوب خارجي للسطر كم سطر لدينا ثلاثة ثلاثة سنعمل لوب خارجي مالتنا إلى الثلاثة اللوب الداخلية سنعمل إلى 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 العشرة إلى العشرة الخارجي سيكون من واحد إلى N إلا هي عدد الأسطر بيقين وإند بعد الاند اللوب الداخلي سيكون من واحد إلى عشرة لأنه لدينا عشرة عداد بكل سطر وأش نعمل في كل مرة حاصل ضرب السطر في العمود اللي هي IVJ بعد ما يخلص اللوب الداخلي هذا بس Rightline حتى ننزل الكارزر أو المؤشر إلى سطر جديد إذا نأخذ هذا البرنامج ونفذ حرفيا سنلاحظ معي لي موسيقى نلاحظ لاحظة هنا يوجد خلال هذا For الخارجية نحول هذا الاند نحول الاند في هذه الحالة سنطبع الأعداد كما ما هو مطلوب سطر الأول من واحد إلى العشرة بتسلسل بعدين سطر الثاني من الثنين إلى العشرين بزيادة بمقدار زيادة بمقدار الثنين بعدين ثلاثة ستة تسعة وهكذا تمام نعم استعبت نعم ها ستنجي إلى مثال آخر مثال هذا بنو فكرة بسطر الأول هناك ستار واحدة مطلوب أيضا كتابة برنامج بلغة سي شار لطباعة الشكل التالي بسطر الأول هناك ستار بسطر الثانية اثنين ستار بسطر الثالث ثلاثة بالرابع اربع بالخامس خمسة فإذا نريد ونستنتج علاقة بين رقم السطر وعدد السطر في كل سطر الشون اللوب الخارجي هو من خمسة نضرب الخمسة في واحد في اثنين لا نحن عدنا عدنا اللوب الخارجي سيكون من واحد الى خمسة هذا لعدد الأسطر هذي نحلت فش يظل عدنا يظل عدنا عدد السطر في كل السطر فإذا قلنا اللوب الداخلي مثلا جاي يبدأ من واحد الى وين يقف الى قيمة السطر لا الى قيمة السطر عدد الى الحиль إبو فأنا سيعد من واحد الى الواحد إبو هذي إذى السطر كان هذي هذي سيعد من الواحد الى الاثنين فulares من الهائن سيحن كما الهائن إذن سنستفاهد من قيمة السطر في استنتاج عدد النجوم أو عدد ال EMB في سطر يعني نحن نأخذ هذا البرنامج وننفذ داخل لغة C Sharp في هذه الصيغة نحن هنا نستخدم الوقت هذا البيج disorders خضقي هذا البيج و هذا البيج وهذا البيج و بعد هذا البيج عنأن هذه البيج تأتي という مستخدم ڤĭ ڤ弟 ڤ弟 ماذا lilote اللوب الخارجي من الواحد إلى الخمسة أو الـ N اللي عطينا قيمته خمسة اللوب الداخلي عطيناه من واحد إلى أقل أو يساوي الـ I اللي هو السطر أن اللوب الخارجي اللي عدد الأسطر من واحد إلى خمسة اللوب الداخلي سيكون من واحد إلى عدد الأسطر تمام؟ في كل مرة يستخدم جملة write لطباعة الـ star لأنه سيطبع على نفس السطر الواحد جنب الأخرى بعدين بعد ما ينتهي يحتاج له إلى write line أيضاً حتى تنزله يعني مثلاً طبع هذه الاثنين يحتاج له إلى write line فارغة حتى ينزل إلى سطر جديد طبع هذه الاثلاثة يحتاج له إلى write line حتى تنزله إلى سطر جديد وهكذا واضح هذا المثال البسيط نعم استعم واضح نذهب إلى الجملة الأخرى التي تستخدم في عملية التكرار التي هي جملة while جملة while باختصار هي كرر طالما كان الشرط متحققاً كرر طالما كان الشرط متحققاً الشكله سيكون بالشكل التالي condition أو شرط بالبداية يتم فحص هذا الشرط إذا كان متحقق أي إذا كان true سيدخل إلى جملة أو مجموعة من الجمل ويعازلة أو مجموعة من الإعازات ثم بعد ذلك يرجع إلى نفس الشرط يفحصه وهكذا تستمر العملية إلى أن الشرط هذا يصبح false يطلع من الحلقة التكرارية ويكمل بقية البرنامج أكرم يكون في البداية لدينا condition أو شرط يتم فحص هذا الكون في البداية إذا كان true يدخل وينفذ إعازة ومجموعة من الإعازات تستمر هذه العملية إلى أن هذا الكون أو هذا الشرط يصبح false حتى يخرج وينفذ بقية الإعازات مع العلم أنه قد أنه الكون ديشن هذا أو الشرط يكون false من البداية وفي هذه الحالة يطلع وما ينفذ الحلقة التكرارية ولا مرة من الممكن أن يكون الكون ديشن في بعض الأحيان يكون false من البداية ويطلع من الحلقة التكرارية ويكمل البرنامج بدون أن يكرر ولا مرة الصيغة البرمجية لها ستكون بالشكل التالي while تكتب بالsmall حصرا ثم أقواس دائرية وبداخل الأقواس الكوندشن الكوندشن تعرفون أنتم كيفية كتابة الكوندشن أو الشرط باستخدام عمليات المقارنة الأكبر والأصغر أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي كلتها هذه واللا يساوي أخذناها سابقاً واليساوي أيضاً وثم بعد ذلك بيقين وإند وبداخل البيقين والإند اللي إعازات المطلوب تكرارها في هذا المثال البسيط سنقوم باستخدام جملة وائل لطباعة الأعداد من صفر إلى خمسة أو من صفر إلى أربعة فمن منطوق السؤال قلنا من صفر إلى أربعة إذن القيمة الابتدائية للعداد ستكون صفر معرف أنه متغير وليكن آي نعطينه قيمة ابتدائية صفر والشرط هو وائل آي أقل من خمسة أو ممكن أن نقول آي أقل أو يساوي أربعة حتى الأربعة تنشمل ثم بعد ذلك داخل البيقين والإند طباعة لقيمة المتغير آي وثم نزيد العداد يعني هذا المثال إذا نجي نأخذه وننكفذه حرفيا شكل التالي سيطبع للأعداد من صفر إلى أربعة لماذا ما نطبع الخمسة؟ لأنه الأوبريتر هذه المقارنة على أن تكون أقل من خمسة إذا قدنا نشمل الخمسة نغير الأوبريتر هذه نعملها أقل أو تساوي خمسة في هذه الحالة سيطبع الأعداد من صفر إلى خمسة الخمسة مشمولة من ممكن نغير الخمسة نعملها عشرة مثلا في هذه الحالة سيشمل الأعداد من صفر إلى عشرة واضحة هاري؟ نعم هذا المثال الأول على استخدام جملة وائل المثال الثاني هو المطلوب كتابة برنامج بلغة C-Share لإدخال عدد غير محدد من الأرقام الصحيحة وإيجاد مجموع الأعداد الفردية فقط من هذه الأعداد التي تم إدخالها البرنامج ينتهي بإدخال العدد ناقص 999 لاحظوا بأن منطوق السؤال هناك دلالات لازم ننتبهلها وهي يقول to input unlimited number of integer numbers من يقول unlimited معناتها عدد غير محدد إذا قلنا جملة for نستخدمها إذا كان عدد مرات التكرار محدد معلوم أما إذا كان عدد مرات التكرار غير معلوم فنستخدم جملة أخرى مثلا جملة wild فشرط الاستمرار هو طالما الرقم المدخل لا يساوي ناقص 999 استمر كل مرة يقرأ رقم من الكيبر ويشيك هذا الرقم إذا كان فردي وتعفونه كيفية فحص الرقم إذا كان فردي كما تعلمناها سابقا يجمع هذا العداء يجمع هذا الرقم وتستمر العملية إلى أن المستخدم يدخل هذا الرقم ناقص 999 في هذه الحالة سيتوقف اللو ويطبع له مجموع الأعداد الفردي فالبرنامج سيكون شكله بالشكل التالي نعرف أنه متغير للمخزن للمجموع يعني نعطيه نقيمة صفر ثم بعد ذلك نقوم بقراءة العدد الأول باستخدام الريدلين معروفة هذه وخلينا المتغير نمبر طالما كان النمبر ندخل بلوب طالما كان الوائل النمبر لا يساوي ناقص 999 كرر وداخل البيجن نحن نفحص الرقم إذا كان فردي في نمبر مود 2 لا يساوي صفر معناها هذا العدد فردي فاجمعه مع المخزن sum plus equal number معناها نجمعه مع المخزن بعد ذلك نقرأ العدد التالي لماذا قررنا هذه الجملة هي نفس هذه اللي هوني لأنه هذه أصبحت خارج الوائل وما رح نقدر نرجع له حتى نقرأ العدد التالي نستخدم نفس الجملة نخليها بداخل الوائل حتى تتكرر وهذه الـ end الخاصة بالوائل هذا اللوب رح يستمر يطالبني بإدخال أرقام إلى أن أدخل ناقص 999 سيتوقف ويطبع لي مجموع الأعداد الفردية التي تم إدخالها إذا نأخذ هذا المثال البسيط وننفذه داخل ال-Visual Studio نلاحظ ما يلي طبعاً بالبداية سيطالبني بإدخال أرقام مثلاً سأدخل الرقم 3 الرقم 4 الرقم 6 8 6 8 2 9 بعدين ندخل مثلاً ناقص 999 البرنامج سيتوقف ويطبع لي مجموع الأعداد الفردية التي أنا دخلتها دعنا نشيق الثلاثة هو فردي والتسعة هو أيضاً فردي فالثلاثة هو 912 فقط طبعاً للـ 12 تمام العدد غير محدد من الأعداد والمطلوب إيجاد مجموعة الأعداد الفردية التي تم إدخالها مجموعة rust وستخدمنا جملة نعم هذا المثال الثاني على الـ نأتضمن مثال آخر هو لطباعة الأعداد فقط من العشرة إلى تسات عشر باستخدام الـ نأخذ من مطوق السؤال هو يقول من العشرة إلى التساط عشر فإذا القيمة الابتدائية للعداد نعطيها عشرة طالما ما وصلنا التساط عشر نقول أي أقل أو تساو أقل من عشرين فأطبع وزيد العداد في كل مرة يطبع وزيد العداد إلى أن يصل العشرين أو التساط عشر بالحقيقة فنأخذ هذا المثال البسيط وننفذه داخل الفيجورو ستوديو ونلاحظ الناتج من عشرة إلى تساط عشر لو قدنا العشرين يكون مشمول بس الأوبريتر هذي نغيره نعملها أقل أو تساوي عشرين نلاحظ بأنه في هذه الحالة سيطبع لي الأعداد من عشرة إلى عشرين داخل هذا كان ما يخص جملة وائل اللي هي تستخدم في عملية التكرار المشروض نسميه Conditional Repetition أو Conditional Loop نجي على جملة ثالثة مثل ما قلنا في أول سلايد اللي هي جملة DoWire اللي هي نوع مختلف من الوائل اللوك لكن الفرق اللي بيها أنه يكون فيها فحص الشرط هي أيضا تكرار مشروط لكن فحص الشرط يكون في نهاية الحلقة التكرارية بدل أن يكون في البداية تذكرون كان جملة وائل فحص الكوندوشن بالبداية يكون أما جملة DoWire أولا يتنفذ ثم بعد ذلك تفحص الشرط يعني شكلها سيكون بالشكل التالي الإعازات المطلوب تكرارها أو البلوك من الستيتمينس المطلوب تكرارها أولا تتنفذ ثم بعد ذلك يكون فحص الشرط إذا كان الشرط true أرجع كمل أرجع كرر إذا كان الشرط false أطلع من اللوب وأكمل البرنامج برمجيا كيف نعبر عنه Do ثم Begin و End دق بين Begin والEnd اللي إعازات المطلوب تكرارها ثم بعد الEnd مباشرة نكتب while بالsmall حصرا ثم أقواس دائرية و Semicolon فارزة من قوطة داخل الأقواس الدائرية نخلي الشرط اللي سيستخدم لاستمرار اللوب أكرره Do ثم Begin و End بين ال Begin والEnd اللي إعازات المطلوب تكرارها بعد الEnd نكتب while بالsmall ثم أقواس دائرية ونكتب داخل الأقواس دائرية الشرط الذي سيستخدم للتكرار وفارزة من قوطة المثال التالي سنستخدم لـ DoWire هذه الجملة هي كرر أيضا طالما كان الشرط متحققا لكن هناك فرق رئيسي عن جملة while مثل ما قلنا بأنه الفرق أنه الفحص الشرط يكون في نهاية الحلقة التكرارية في هذه الحالة يعني إذا كان الشرط false من أول مرة سينفذ مرة واحدة على الأقل سينفذ مرة واحدة لماذا؟ لأنه يكون هو التنفيذ ثم فحص الشرط أما بالنسبة للWire إذا كان الشرط من البداية false فما راح ينفذ ولا مرة فما راح ينفذ ولا مرة فخلي نجي نأخذ هذا المثال أيضا ليعمل نفس المفعول المثال السابق اللي هو طباعة الأعداد من صفر إلى أربعة ونفذه بالـ C-Share أيضا وضعنا قيمة يعني أعرف المتغير سميناه I أعطيناه قيمة ابتدائية الصفر بالبداية وعمنا Do داخل الـ Do بين الـ Begin والـ End طبعنا قيمة المتغير I ثم زيدنا قيمة المتغير I بمقدار واحد حتى يأخذ العدد البعد والبعد والبعد الشرط اللي خليناه بالـ Wire هو طالما الـ I أقل من خمسة فسا إذا نجي نفذ هذا المثال سيطبع للأعداد من صفر إلى أربعة وما شمل الخمسة أيضا إذا قدت أشمل الخمسة أغير هذه العملية الـ Operator أعملها أقل أو تساوي خمسة في هذه الحالة أرى أشمل الخمسة مثل ما ألاحظ واضح؟ يعني دكتور عفو إذا خلينا مثلا من العشرة إلى 19 مثلا أو إلى العشرة يطبع لي من العشرة إلى 19 يطبع؟ نعم إذا غيروا كل من العشرة إلى 19 مثل ما أغدد سيطبع لي من العشرة إلى 19 مثل ما ألاحظ أمام؟ نعم شكرا نعم رحب إذا أكون نقطة مهمة جدا وهي أنه يجب أن ننتبه إلى العداد المستخدم يجب أنه نحن نقوم بزيادته أو نقصانه داخل اللوق لا ننسى الزيادة أو النقصان بالـ For Statement كان نحن من نكتب الفور مباشرة الجزء الثالث مالته هو الزيادة أو النقصان للعداد أما بالـ Wire والـ DoWire لازم نحن نكتبه داخل اللوب بين الـ Begin والـ End يعني هذه الجملة إذا أنا نسيتوها في هذه الحالة ما الذي سيحصل؟ دعنا نمسح هذه الجملة فرضا أنا نسيتو هذه الـ I Increment ما سيحصل؟ لاحظوا سيدخل بـ Loop غير منتهي وما سيتوقف البرنامج نهائيا بس سيطبع العشرة وهذا هو يظل يطبع العشرة وما سيتغير لأنه قيمة I لا يوجد شيء زيد فبهالحالة الشرط سيظل متحقق ويظل اللوب يتنفذ بشكل غير منتهي تمام؟ أما إذا كان هنا زيته I بمقدار واحد فالـ Loop سيكون لحظة يتوقف بها لأنه سيأتي لحظة أنه هذا الـ Condition أو هذا الشرط سيصبح false سيصبح خاطئ ويطلع من اللوب ما تمام؟ فهذه أريد نتبهولها اللي هي عملية زيادة أو نقصان العداد إذا نسيتمها بعدين البرنامج سيدخل بـ Loop غير منتهي يعني حلقة تكرارية غير منتهية ومكتوبه هي هاي الملاحظة هوني أيضا المثال الثاني أيضا نريد نستخدم جملة الـ DoWire لإدخال أعداد وإيجاد مجموعهم والبرنامج يتوقف بإدخال الرقم صفر يعني مفتاح الخروج هو صفر من يدخل المستخدم صفر يتوقف البرنامج ويطبع لمجموع الأعداد التي تم إدخالها فاعتيادي أيضا نعرف متغير مخزن نعطيه نوقيمة ابتدائية صفر ومتغير آخر للرقم الذي سيتم قراءته من لوحة المفاتيح ودو بيقين وإند داخل البيقين والإند سنطبع رسالة المستخدم ادخل الرقم باستخدام الريتلاين ثم بعد ذلك نقرأ الرقم باستخدام الريتلاين نضعه في متغير باسمه نمبر وفي كل مرة نجمع النمبر مع المخزن سم بلس اي كل نمبر حتى نجمع الرقم المدخل الشرط هو طالما الرقم المدخل لا يساوي صفر استمر المستخدم من راح يدخل الرقم صفر سيتوقف البرنامج ويطبع لمجموعة الاعداد التي تم ادخالها إذا نجي ننفذ هذا المثال البسيط الفيديو مستوديو سيقول لي انترى نمبر دخلت ثانية انترى نمبر مرة أخرى دخلت ثلاثة انترى نمبر مرة أخرى دخلت ثمانية انترى نمبر دخلت خمسة انترى نمبر دخلت صفر سيتوقع لي مجموعة مجموعة الاعداد التي أنا قمت بإدخالها اللي هي اثنية زي ثلاثة خمسة زي ثمانية ثلاثة عشر زي خمسة ثمنتعش فطبع لي مجموعة الاعداد اللي أنا قمت بإدخالها واستخدمت الدو وايل حتى يكرر عدد غير منتهي من المرات ومتي توقف عندما يكون المستخدم يدخل الرقم صفر عندما المستخدم يدخل الرقم صفر تمام نعم هذا كان المثال الثاني فسأنا نجي إلى أمثلة مختلفة على الفور والوايل والدوايل سنجي لنأخذ ثلاثة أمثلة كل مثال سنحل له باستخدام جملة مختلفة المطلوب كتابة برنامج بلغة سي شارف لحساب X للأس واي باستخدام الفور مثل ما تعرفون أنتم الرفع بالرياضيات هو الباور يعني الأكس للأس واي تعرفون عندنا الأكس يعني الأساس والواي اللي هو الأس فنحن نعرف برياضيات الرفع هو عبارة عن ضرب متكرر ما تمام نعم 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 فالضرب المتكرر هذا الشون غح يكون هو الأساس يضرب في نفسه بعرض مرات الأس ما تمام نعم نعم فمنه هون الأساس هو الأكس ومنه الأس الواي معناها برمجيا نحن غح نضرب الأكس في نفسه بعرض مرات الواي بعرض مرات الواي تمام معناها يجب أن يكون عندنا لوب من واحد إلى الواي داخل الواي داخل اللوب هذا عفوا أشق ومعمل أضرب الأكس في نفسه بعد ما يخلص هذا اللوب سيكون عندنا ناتج موجود فالبرنامج سيكون بالشكل التالي اعتيادي يجب أن نعرف متغيرين للأساس والأس الأكس والواي أقراهم اثنين من الكيبور باستخدام الريدلاين أعرف متغير للناتج وليكن زيت أعطينه قيمة ابتدائية واحد ما أعطينه صفر لأنه عملية ضرب هذه هذا مخزن بس ناتج عملية ضرب والواحد هو عنصر محايد في عملية الضرب فما أستخدم الصفر لأنه إذا أستخدم الصفر بعدين الناتج يتصفر أدنا في كل مرة اللوب سيكون من الواحد إلى الواي من واحد إلى الأس كيف نعمل بداخل اللوب نضرب بالأكس في نفسها بعدد مرات الواي الزيت يساوي زيت في أكس أو زيت ستار يساوي أكس معنا زيت يساوي زيت في أكس هذا اللوب سيتكرر كمرة بعدد الواي ثم بعد ذلك بعدما يخلص سيتطبع لي الزيت اللي هي الناتج إذا نأخذ هذا المثال البسيط وننفذه بالفيجول ستوديو بالسي شارب نلاحظ ما يلي مثلا آخذ اثنين للأس ثلاثة المفروض يعطيني ثمانية ليه إيش لأنه فيه اثنين أربعة فيه اثنين ثمانية قليل نيجي نفذه لهذا البرنامج خطوة خطوة ونشوف ما يتنفذ خليني نجي ناخذ هذا البرنامج وننفذه ستاب باي ستاب حتى نشوف الشون عتم عملية احتساب الباور أو احتساب الأوس ثم وشي سيطالبني بإدخال الـ X اللي هي الأساس مثلا اثنين ثم وبعد ذلك سيطالبني بإدخال الأوس حتى نرح لأخذ الثلاثة يجي الزيت يساعد واحد لاحظوا المتغيرات اللي اللي عن استخدامها موجودة بالأسفل الـ I صاغت واحد الـ Y ثلاثة الزيت والـ X الزيت حاليا واحد ستنظروا في الـ X الـ X قد أتي قيمتها اثنين صاغت قد أتي قيمت Z اثنين تمام نرجع مرة أخرى زيد الـ I بمقدار واحد صاغت اثنين هل الـ اثنين أقل أو تساوي الـ Y اللي هي ثلاثة نعم ندخل أضرب الـ X اللي هي اثنين في Z اللي هي اثنين أيضا فالز الجديدة أصبح قيمتها أربعة نرجع زيد الـ I بمقدار ثلاثة بمقدار واحد عفون صاغت ثلاثة هل الثلاثة أقل أو تساوي ثلاثة نعم ندخل تعال الزيد القديمة ضربها مرتلخ في X Z حاليا هي أربعة والـ X هي ثنين ضربها في ثنين يعني صارت أربعة في ثنين ثمانية ارجع زيد العداد سيطلع بها الحالة ويطبع لقيمة Z Z الحالي أشقد ذاتي ثمانية اللي هي تمثل ثنية للبوس ثلاثة واضحة هذي طلاب فإذن استخدمنا جملة 4 هوني في هذا المثال لحساب الرفع في الرياضيات اللي هو الـ Power أو X to the Power Y المثال الثاني المطلوب استخدام جملة وائل لإيجاد معدل سبع درجات ماذا ماذا معناها معناها يجب أن يكون عندي لوب باستخدام الوائر وهذا اللوب يعد من الواحد للسبعة كل مرة يطالبني بيدخال درجة جديدة حتى يجمع بعدما يغلص اللوب يأخذ المجموع يقسمه على سبعة حتى يطلع لي المعدل تمام فاعتيادي نحتاج المتغير للمجموع أو المخزن نعطيه قيمة ابتدائية صفر ونحتاج متغير للدرجة التي سيتم إدخالها ومتغير آخر للعداد نعطيه قيمة ابتدائية واحد ونحتاج متغير آخر للأفرج اللوب مالتنا سيتكون من الشكل التالي while i أقل أو تساوي سبعة لأنه مطلوب إدخال سبع درجات والi أشقداتي قيمتها واحد في كل مرة نقرأ الدرجة من الكيبورد باستخدام الريد لاين ونجعل الدرجة بالمتغير مارك نجمع الدرجة مع السم سم يساوي مارك سنجمعها مع المخزن المجموع يعني نزيد عداد الدرجات باستخدام باستخدام الـ i increment ستستمر هذه العملية أو الحلقة التكرارية سبع مرات حتى يطالبني بيدخال سبع درجات يجمع مجموع داخل السم يجي يطلع بعد ذلك المجموع موجود بالسم يقسمه على سبعة ويخلي الناتج بالمتغير أفريج ولاحظون بأنه متغير أفريج عرفناه من نوع دبل لماذا؟ حتى لأنه المعدل غالباً يكون بينه كسور ونطبع الناتج باستخدام الـ i-line أيضاً سنجي نأخذ هذا المثال وننفذه بالـ c-sharp ونشوف ما شرح يصير أدنه سأجي أدخل درجات عشوائية مثلاً 88 99 87 67 56 49 95 فهنا علي المعدل 77.285 فهذا البرنامج استخدمنا بينه جملة ويل حتى نوجد معدل 7 درجات نوجد معدل 7 درجات واضح المثال الطلاب؟ نعم نجي إلى المكان الأخير المطلوب استخدام جملة do-wire لإدخال 100 قيمة عشوائية من الكيبورد positive integers 100 قيمة صحيحة موجبة من الكيبورد وإيجاد أكبر قيمة بينهم فإذن المطلوب استخدام Do While ففي هذه الحالة أيضا سيكون لدينا عداد من 1 إلى 100 رح نعتبر بأنه أكبر عدد لدينا هو ناقص 1 لأنه العداد صحيحة موجبة فحتى يتبدل من البداية ومتغير آخر للنبر الرقم الذي سيتم إدخاله في كل مرة من الكيبر ندخل بداخل loop باستخدام Do While النم في هذه الحالة سنقرأ قيمته من الكيبر باستخدام ReadLine ونخلي الرقم في النم طبعا زيد العداد إذا كان النمبر أكبر من الماكس نحن قلنا الماكس دائما سنحتفظ في سنحتفظ بأكبر قيمة بالماكس وإذا كان الرقم المدخل هو أكبر من الماكس الماكس سيأخذ ذلك الرقم الجديد شرط الاستمرار هو طالما I أقل أو تساوي 100 لأنه المطلوب يدخل 100 قيمة أو 100 عدد هذه العملية ستتكرر 100 مرة بعدما ندخل 100 عدد بالأخير الماكس سيحتفظ بأعلى قيمة بين القيمة التي تم إدخالها ونطبعه باستخدام الرائت لايك أيضا نأخذ هذا المثال البسيط وننفذه بس ما رحنا نكرر مئة مرانة طويلة فرحنا نستخدمه لخمس أعداد فقط ورحنا ندخل أعداد إحنا أشوائية مثلا 22 77 99 66 79 الماكس سيحتفظ أعطاني 99 وفعلا هو أكبر عدد بين الأعداد اللي أنا قمت بإدخالها مثلا فالبرنامج باختصار عرفنا متغير للعداد وليكن آي عطينا قيمة ابتدائية واحد وعرفنا متغير لأكبر قيمة اعتبرنا أكبر قيمة هي ناقص واحد لأنه هو يقول أعداد صحيحة موجبة حتى يعني يتغير وللرقم الذي سيتم قراءته عرفنا متغير سمينا نو نو داخل الدو واير قمنا بقراءة الرقم باستخدام الريد لاين قارننا مع الماكس إذا كان أكبر من الماكس قلنا الماكس يأخذ هذا الرقم الجديد زيادنا الآي بمقدار واحد وطالما كان الآي أقل أو يساوي مئة والسؤال هو يقول مئة رقم ونحن هون أخذنا خامسة بس لإختصار الوقت فغح يتكرر بعدد مرات بعدد المرات المطلوبة بعدما يخلص الماكس سيحتفظ بأكبر قيمة بين القيمة التي تم إدخالها ونطبعه بكل سهولة باستخدام الريد لاين هكو سؤالي لهذا الحد يا طلاب بس هوني ليش كتبت سالب واحد ايه خون السؤال نلاحظ من منطوق السؤال يقول بين قوسين positive integers يعني أرقام صحيحة موجبة فنحن ما نعف منه أكبر واحد بينناتهم فنحن نفرض بأنه أكبر قيمة هي قيمة سالبة بالبداية يعني نخلي قيمة ابتدائية للماكس يجب أن نعطينه قيمة ابتدائية حتى من يجي إلى أول مرة number if number أكبر من الماكس طبعا أكيد رح يكون أي عدد صحيح موجب هو أكبر من الناقص واحد فغح يحتفظ غح يتغير يعني الماكس سيأخذ الرقم الجديد زين يعني إذا نرجع هستة على البرنامج وننفذه step by step ننفذه خطوة خطوة الماكس ناقص واحد وننم نحن رح نجي ندخله دخلنا مثلا 88 لاحظوا الماكس حاليا نشقى ذاتي قيمته ناقص واحد نيجي رح يقارن النم اللي هو 88 هل هو أكبر من الناقص واحد نعم رح يتحقق هذا الشرط فيدخل ويأخذ قيمة الرقم الجديد الماكس أصبح قيمته 88 لما يرجع على بداية اللوب يطالبني بإدخال الرقم الجديد مثلا دخلته 66 نيجي إلى المقارنة هستاة النم مع الماكس هل الرقم الجديد اللي تم إدخاله اللي هو 66 أكبر من الماكس اللي هو 88 ما أكبر مباشرة سيقفز إلى الوائر ويقارن العداد وهكذا دخلنا العدد الآخر مثلا 99 زيد العداد المقدار واحد هل النم اللي هو 99 أكبر من الماكس اللي هو 88 80 أكبر نعم فهذا الشرط رح يتحقق فيدخل في الماكس رح يحتفظ بال 99 وهكذا واضح يا طلاب نعم زيد فهساً نحن محاضرتنا اليوم انتهت المطلوب بنعدكم تشوفون الفيديو تقرؤوني المحاضرة بشكل جيد تنفذون البرامج اللي موجودة بيها كل واحد ينفذ على موبايل أو على حاسبته وأقو مجموعة من الهوموركس موجودة في نهاية المحاضرة أيضاً المطلوب بنعدكم أنوا تحلوها وتبعثوها على المنشور اللي رح تنزلكم ودكتورة عامرة إن شاء الله هي وستغادة رح ينزلو لكم منشور خاص بالهوموركات اللي تتبع هاي المحاضرة اللي موجودة بالPDF اللي بعثتونه على إد مودو نعم أستاذ أستاذ بس عني بالسؤال السابع من الهومورك عشان الطيقة ما عطتتني الفكر عشان رح أحلوك ويصبت أنت عد تحكيين ويصبت الهومورك من هاي المحاضرة السؤال السابع السؤال السابع أستاذ ويل داخل ويل ها قصدك هاتي كالكوليت دي سيريز باستثمت هاتي هاي دكتور اي هون ياش عدنا عدنا إيجاد مجموع واش عدنا استخدام ويل لازم وعدنا كسور استخدام ويل وعدنا كسر سابع استخدم ودبر استخدم ودبر ما مشكلة يعني بس هاش عدنا عدنا المقام هو X للأس رقم اللي هو ايش اسمه استاذ البسط زايدا واحد نعم بالضبط البسط زايدا واحد انتم القانون تاخدونه من آخر حد آخر حد موجود هو N على X to the power N plus 1 القانون هي أنه هذا وقبل شوية تعلمنا كيفية إيجاد الباور ورح تستخدمون الباور حتى توجدون هذا هذه المتسلسلة استاذ انت قلل استاذ انت قلل استاذ بس فقط الويل ما نستخدم من فور داخل الويل يصيب تستخدم من فور داخل الويل اصيب اوكي عشوائي وحساب عدد الأعداد الفردية والزوجية باستخدام الفور نعم دكتور مفهوم نعم فإن شاء الله دكتور عامر وست غادر سيعمل لكم منشور ينزلونه على دمواته حتى تبعثونه للهومور الخاص بهذه المحاضرة على ذلك المنشور إن شاء الله هناك سؤال طلاب لو انتهينا نعم استاذ تسمح لي نعم متفضل استاذ ممكن تنزلنا استاذ الحال و didnt vue اغرى لكم الثالثة والرابعة والخمسة ا resistance ان شاء الله ان شاء الله هو أن نقصد أن المحاضرات السابقة وصلت بها واجبات كلها نريد أن تنزلنا بها الحلول الصحيحة حتى نقارن حلولنا أي ما هو صح أو أي ما هو غلط والعيد نبي غلط، سنعرف أنه غلط ما هو أنا على أنتظر أول شيء يعني تسلمون أول شيء الواجبات حتى لا بعدين أكثر من الطلاب يأخذ هومرك ويأخذ الحلول الصحيحة ويسلمها لازم دكتور عامرة تقفل ويأخذ المنشور مع الاستلام الواجبات حتى أشنو حتى إذا أنا أنزل يكون محد يأخذ الحلول ويبعثه مشكور دكتور نعم بيكي دكتور الحضور، يعني هل تأخذ الحضور؟ أنا أبعثت لكم منشور على إدمودو اسمه استمارة حضور المحاضرة السادسة تدخلون هسا كل تكم ودخلون المعلومات تكم لأنه سأحذفون لهذا المنشور هل ترونه؟ نعم دكتور ايه؟ وكل من مرة واحدة يدخل الحضور معلتما أكثر من مرة نعم جيد؟ تمام استاذ حسنا، ماذا لديكم أسئلة؟ دكتور، فقط خصوص هاي باستمارة الحضور يسأل عن اسم دكتور المادة إحنا يعني صار عندنا خلابية ناس تقول دكتور، طرف يا ياسين ناس تقول دكتور طرف حميد، فأيش للصح؟ طرف يا ياسين شكرا استاذ شكرا بيكي صادق، عندك سؤال؟ لا استاذ، تمام، على مدى الحضور وسجلة تاني حضور اوكي، ممتاز هذا، إذا ما عندكم شيء حتى ننهي المحاضرة لا استاذ، مشكور يا الله شكونا جزيلا، والسلام عليكم والسلام اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا